بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنقوم بمراجعة العدد تسعة في إثراءات رقم واحد سنقوم بمراجعة العدد تسعة في إثراءات رقم واحد أداب الدراسة عن بعد أو القوانات اللي لابد أن نتبعها خلال حصة الحرص على الذهاب إلى دور التنمية قبل بدء الحصة الجلوس بشكل صحيح في مكان هادع حتى تستطيع التركيز مع المعلمة وأيضا لا بد أن يكون بجانبك ولي أمرك سواء كانت الأم أو الأب أو الأخت أو الأخ أهم شيء أحد كبير يساعدك أثناء الحصة عدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس هذه هي أداب وقوانين الحصة سأبدأ بالتذكير بالأهداف التعليمية التي نريد أن نحققها بإذن الله في حصة اليوم وهي أن يكرر الطالب والطالب العدد تسعة خلف المعلمة ثم يسمي العدد تسعة أيضا يميز الطالب العدد تسعة من بين عدة أعداد ويمثل المدلول المناسب للعدد تسعة ثم يرتب الأعداد بالتسلسل يعني بالترتيب بالتسلسل يعني بالترتيب من العدد واحد وحتى العدد تسعة طيب الآن تشاهدون هذا العدد أمامكم على الشاشة أخذناه سابقا تدربنا على كتابته أريد منكم أن تقوموا بتسمية هذا العدد أو تمثيله بأصابعكم إذا كان الطفل غير ناطق أرجو عدم إجباره على نطق الكلمة وإنما أقبل منه الإشارة بتمثيل العدد باستخدام أصابع يده ما اسم هذا العدد؟ أحسنتم تسعة العدد تسعة طيب أخذنا أيضا ترتيب العدد تسعة في خط الأعداد ترتيب العدد تسعة في خط الأعداد أريد منكم أن تفكروا الآن برأيكم ما هو العدد الذي سيأتي في أول خط الأعداد هذا؟ أي عدد؟ الذي دائما يأتي في المقدمة أحسنتم العدد واحد إذن سأكتب الأعداد من البداية بالعدد واحد وأكمل ترتيب الأعداد بالتسلسل يعني بالترتيب سأبدأها معكم بهذه الوسيلة التي تشاهدونها الآن أمامكم على الشاشة من خلال استخدام عربات القطار لتمثيل ترتيب الأعداد بالتسلسل أو بالترتيب أول عربة إذن ستأخذ أي عدد أول عربة في القطار؟ ستأخذ أي عدد؟ بما أنها جت في الأول أحسنتم العدد واحد هذا هو شكل العدد واحد سأضعها على أول عربة طيب يليها أي عدد؟ ممتاز اثنان وهذا هو شكل العدد اثنان يلي العدد اثنان ما هو العدد الذي يليه حتى أضعه على العربة التي تلي العدد 2 ممتاز 3 هذا هو العدد 3 سأضعه على العربة الثالثة يليها أي عدد أحسنتم يا أبطال 4 هذا هو شكل العدد 4 سأضعه على العربة الرابعة يلي العدد 4 العربة هذه سأضع عليها أي رقم ممتاز 5 يليها عدد 6 ممتاز ثم العربة التي تأتي بعد الستة 7 أحسنتم ثم العدد ثمانية بعد الثمانية اللي درسنا اليوم سيأتي أي عدد أحسنتم العدد 9 العدد 9 إذن هذا آخر عدد سأضعه على عربات القطار طيب الآن أريد أنا بما أننا تعلمنا على كتابة الأعداد أن ولي الأمر أرجو منك هنترسم خط أعداد كما تشاهد الآن على الشاشة خط أعداد حتى نقوم بكتابة الأعداد بالتسلسل من العدد واحد وحتى العدد تسعة نقوم برسم خط أعداد كما تشاهدون الآن على الشاشة حتى يقوم الطالب بكتابة الأعداد من العدد واحد وحتى العدد تسعة ثم نعود مرة أخرى عدنا لكم المطلوب في هذا النشاط أني أرتب الأعداد بكتابتها من العدد واحد وحتى العدد تسعة مثلتها لكم على لعبة عربات القطار الآن أريد أن أمثلها بالكتابة ماذا كتبتم في خط الأعداد؟ أول عدد ماذا كتبنا؟ أحسنتم واحد يليه أي عدد؟ ممتاز يا أبطال إثنان سواء كان هذا شكل إثنان أو بهذه الطريقة إثنان أقدر أكتبه بشكلين بهذا الشكل أو بهذا الشكل بعد إثنان يأتي ثلاثة ممتاز يا أبطال يليه ثلاثة أي رقم أحسنتم أربعة ماذا كتبتم بعد الأربعة في خط الأعداد الذي أمامك؟ ممتاز خمسة ثم ماذا سأكتب بعد الخمسة؟ ممتاز ستة يليه بعد الستة ماذا سنكتب؟ أحسنتم سبعة ثم ممتاز ثمانية طيب بعد الثمانية من يأتي؟ له درسنا اليوم أحسنتم تسعة إذن سأكتب العدد تسعة أحسنتم طيب الآن بنتقل لشيء آخر عندي ضع دائرة بهذه الطريقة حول العدد تسعة ضع دائرة أنا سأقوم بوضع الدائرة ولكن أنتم أريد منكم أن تقوموا بالإشارة على الشاشة للعدد تسعة من بين هذه الأعداد الموجودة أمامكم أين هو العدد تسعة؟ أين هو العدد تسعة؟ نشير على الشاشة لولي أمرك الذي بجانبك أين هو؟ ممتاز أحسنتم يا أبطال هذا العدد تسعة سأضع حوله دائرة أيضا هل يوجد العدد تسعة مرة أخرى؟ أو فقط مرة واحدة موجود؟ ممتاز أيضا مرة أخرى تكرر عندي العدد تسعة هنا إذن هذا هو شكل العدد تسعة طيب لو سألتكم عن هذا العدد أخذناه سابقا حتى لا ننسى ما اسمه؟ ممتاز خمسة أيضا أرجو منك عزيزي ولي الأمر إذا كان ابنك غير ناطق أرجو عدم إجبار على نطق الكلمة وإنما أقبل منه الإشارة هكذا خمسة أقبل منه الإشارة طيب ماذا عن هذا العدد؟ ممتاز أربعة وهذا العدد؟ اثنان وهذا العدد الذي وضعنا حوله دائرة وهو درسنا اليوم الذي نقوم بمراجعته سويا ما هو؟ ممتاز تسعة طيب حدد العدد المناسب لعدد الدماء هذه الدمية اللي هي اللعبة الدمية اللعبة لشكل هذا الدب طيب أنا ما أعرف عددها؟ أبغى أعد هذه الدماء كم عددها؟ إذا عرفت العدد أحدده من بين هذه الأعداد الموجودة فوق ما رأيكم أن نبدأ أنا وأنتم سويا؟ ثم نشير على الشاشة لولي أمرك الذي بجانبك عن العدد المناسب لعدد هذه الدماء الموجودة فوق أريد منك فقط أن تشير على الشاشة للعدد المناسب يلا نبدأ؟ يلا نبدأ؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة ها بعد الأربعة من؟ ممتاز خمسة ثم ستة ممتاز يا أبطال نكمل بعد الستة من يأتي؟ سبعة أحسنتم ثم ممتاز ثمانية بعد الثمانية اللي درسنا اليوم أحسنتم تسعة إذا هذا هو عدد الدماء طيب يلا خلونا الحين نبحث عن العدد التسعة من بين هذه الأعداد وين العدد التسعة؟ بما أن هذه الدماء عديناها وعرف لعددها الآن الجزء الثاني من السؤال نحدد أو نشير على شكل العدد التسعة من بين هذه الأعداد أين هو؟ ممتاز أحسنتم هذا في الأول في المقدمة هذا العدد التسعة طيب خلاص؟ ما عند فيه عدد تسعة بين الأعداد؟ أم يوجد عدد آخر؟ ممتاز أيضا في المنتصف هنا عندي العدد التسعة؟ أيضا هل يوجد العدد التسعة؟ ممتاز يا أبطال هذا أيضا العدد التسعة طيب لو سألتكم عن هذا العدد ما اسمه؟ ستة وهذا العدد ما اسمه؟ ثلاثة وهذا؟ خمسة أحسنتم طيب شوف شي ثاني عندي في هذه الأنشطة الترفيهية الفنية بما أن الطالب تدرب على كتابة العدد على الورقة حتى لا يشعر بالملل باستخدام الورقة والقلم بشكل متكرر استخدم معه إما الرمل الملون أو الكتاب على الرمل أو الصلصة لتمثيل العدد تسعة أو من خلال استخدام الأوراق الملونة إذن هذه ثلاثة أنشطة بإمكاني استخدمها تعتبر أنشطة فنية ترفيهية لكنها تخدم هدف التعليمي اللي هو العدد تسعة مثل هذه اللوحة التي قمت بعملها مسبقا لتمثيل العدد تسعة بالصلصال هذا هو العدد تسعة مثلتها لكم بالصلصال من أجل أن تقوموا بتمثيل كما فعلت إذن هذه من الأنشطة بإمكاني استخدمها مع الطالب لتعميم شكل أو التدرب على شكل العدد تسعة وكتابته بدل ما نستخدم دائما الورقة والقلم طيب نأتي التمرين آخر أكتب الأعداد بالتسلسل أيضا هالمرة عندي خط أعداد أريد أن أكتب الأعداد بالتسلسل اللي تعلمنا عليها اللي هي من العدد واحد وحتى العدد تسعة ثم صل كل عدد بما يناسبه وش الأشياء اللي تناسبة اللي هي مدلول اللي موجودة تحت أنا رسمت عدة دوائر تختلف عدادها إذا انتهينا من كتابة الأعداد بنشوف الجزء الآخر من السؤال اللي هو أن نوصل العدد بالمدلول الملاسب لهذه الدوائر طيب نبدأ عزيزي ولي الأمر بيرسم خط أعداد كما هو موجود الآن على الشاشة وأرجو منك أن تجعل ابنك يقوم بكتابة الأعداد من العدد واحد وحتى العدد تسعة ثم نعود مرة أخرى عدنا لكم الآن في هذا السؤال طلبت منكم أن تكتب الأعداد بالتسلسل قلنا ما معنى التسلسل يعني بالترتيب ما أسبق عدد على العدد لا بالترتيب نبدأها بأي عدد واحد يليه اثنان ثم العدد ثلاثة ثم العدد أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن وصلنا إلى العدد تسعة طيب أنتهينا الآن من الجزء الأول من السؤال طيب الحين نبغى نعد هذه الدوائر ونشوف وين العدد المناسب لها طيب خلونا نبدأ واحد اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عندي في هذا المربع وهذا المستطيل تسعة الدوائر إذن وش العدد المناسب له عشان أوصله مع المدلول أي عدد بما أن الدوائر عددها تسعة إذن العدد المناسب من سيكون ممتاز تسعة إذن سأرسم خط بينه وبين المدلول المناسب له لأن عددها تسعة خلاص أوصلها مع العدد تسعة طيب نشوف عندي هذا المدلول نعد مرة أخرى واحد اثنان ثلاثة أربعة طلع عندي أربع دوائر إذن سوصلها بأي عدد ممتاز العدد أربعة لأنه هو المناسب لهذا المدلول آخر صورة كم عندي دائرة واحدة فقط إذن سأقوم بالرسم خط ماء البينه وبين أي عدد ممتاز العدد واحد إذن أنا وصلت العدد بالمدلول المناسب قبل أن ننحي الدرس أريد أن أعطي بعض الأفكار لأولياء الأمور لتعميم مهارة العدد تسعة مثل استخدام هذه الشجرة من الجوخ بإمكانك عزيزي ولي الأمر صنعها يدويا في البيت استخدام الجوخ لتمثيل الشجرة ووضع قطع من اللون البرتقالي لتمثيل البرتقال وتطلب من الطالب أن يقوم بقطف تسع برتقالات تمثل العدد تسعة يلا أنا سأقوم بقطف البرتقال معكم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وأتوقف عندي تسع برتقالات فقط من الشجرة هذه من الأشياء اللي ممكن أستخدمها أيضا من الأشياء اللي ممكن أستخدمها مع أطفالنا أو أطلابنا في المنزل اللي هي تمثيل شكل العدد تسعة إما أني أستخدم مثل هذه البطاقات لتمثيل العدد تسعة بالأصابع أو أستخدم هذا المجسم لليدين بأني أطلب من الطالب أن يمثل العدد تسعة باستخدام الأصابع ويبدأ يعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثم يكمل ستة سبعة ثمانية تسعة ويتوقف إذن هنا مثل العدد تسعة باستخدام المجسم أو أني أستخدم البطاقات وأضعها بجانب بعض وأطلب منه أن يستخرج البطاقة التي تمثل العدد تسعة هذا هو درسنا لليوم أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم أراكم في الحصى القادمة وأنتم معكم المعلمة أمل تمامي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر